وهو كورونا في مصر بعدما الحكومة أعلنت عن لقاح فيروس كورونا أنه هيكون بمقابل مدي وأنه هتدفع يعني هتدفع وأنه مليش فيه وأنه إحنا هنعمل بس الموضوع بتاعة تكافل وكرمت 3-4 مليون والباقة الشعب هيدفع برضه رفع المحامي خالد علي دعوة قضائية للمطالبة بمجانية اللقاح ويا للهول شعب بيرفع قضية على الحكومة علشان بيطالبوا أن اللقاح يبقى ببلاش اللي هو في كل حتة ببلاش وبيرفع خالد علي الدعوة وبدأ انضمام العديد من الشخصيات السياسية والأحزاب للتضامن مع الدعوة النهاردة مثلا الدكتورة مونة مينة وكيلة وزارة الصحة سابقا أعلنت عن انضمامها للدعوة القضائية للمطالبة بمجانية اللقاح واللي كتبت فيه بوست عن الدعوة بتقول فيه أنه لأن اللقاح في وقت الوباء حق لكل مواطن وتوفيره مجانا واجب على الدولة للمواطن الغني والفقير والأن الفقرة في مصر للأسف أكتر بكتير من الاربع مليون مستحق دعم تكافل وكرامة والأننا دفعنا تمن اللقاح مؤدما بخصم واحد في المية من المرتب ونص في المية من المعاش والأن الحماية لجميع المواطنين بتقتضي اعتاء اللقاح لسبعين في المية على أقل من المصريين ولأن الإنفاق على توفير اللقاح بيعتبر من المنظور الاقتصادي توفير وليس إنفاق لذا قررت أنضم للدعوة القضائية المطالبة بتوفير اللقاح مجانا لكل المصريين وهي الدعوة التي رفعها الأستاذ خالد علي موكلا عن الأستاذ إلهام المرغاني والأستاذ رانيا الخولي والله العظيم حاجة تحزين إنه يبقى أنت عندك كل شوف الستة طالعة الناس خايفة جوه مصر طالعة تقول مبررتها عشان هي مشتركة في دعوة قضائية والشعب بيرفع دعوة قضائية ضد الحكومة علشان تجيب له اللقاح ببلاش اللي هو في كل حتة ببلاش اللي هو واجب للدولة لازم تعمله مش منا ورغم ذلك الدولة واخدة واحد في المية من مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري وواخدة نص في المية من مرتبات أصحاب المعاشات بيدفعوا تاني ليه وبالمناسبة المفروض ما يدفعش إلى واحد في المية ولا نص في المية المواطن ده بيدفع درائب حضرتك فأي دولة دافع الدرائب يحصل على الخدمات ما ينفعش تيجي تقططع من مرتبه حاجة تانية غير الدرائب عشان تديله الخدمات لا أنت في مصر واخد منه درائب واخد منه واحد في المية استقطاع وعايزه يصبح على مصر بجنيه وتيجي بعد ما تجيب له اللقاح بتاعك وراء تقول له هتدفع تمنه برضو بتاع ايه؟ في بريطانيا عندهم مبدأ كده يقول لك no taxation without representation شوف الشعوب بقى الناس اللي وصلت لدرجة من الوعي والتحضر يقول لك no taxation without representation مفيش تمثيل نيابي حقيقي في البلد ما ادفع لكش درائب شرط ان انا ادفع لك الدريبة ان انا هيبقى عندي برلمان محترم انا نزلت انتخبه وعارف هيدفع عن حقوقي لكن في مصر البرلمان مصنوع على ايدي المخابرات وبالتالي بيعد يسقف ويطبل لأي قرار لما طلع السيسي من كام يوم وقال لك احنا كورونا جند من جند الله وادهشنا العالم وهنزل الدكاترة يعملوا زيارات للمرضى في العزل المنزلي كله طلع لك قرار حكيم قرار عظيم قرار يدل على صدق الحكومة وعي القيادة لكن لو في برلمان محترم ما كانش هيعمل كده علشان كده ما تضطرش ان انت تدفع بتدفع مرة واثنين وثلاثة في بلد المفروض ان انت عشان تحافظ على الناس دلت لو عايز تحافظ على الشعب يعني تعمل مناعة القطيع تدي 70% من الشعب اللي قاح لان انت كده مش بتنفق انت كده بتحفظ الوطن لكن ما علينا لسه في أخبار كورونا ولسه نزيف الوفيات في صفوف الأطباء مستمر بشكل كبير والدولة محل كسر مفيش أي خطوات بيتم لانقاذ هؤلاء والخبر بيقول ارتفاع وفيات الأطباء بفيروس كورونا في مصر ل358 دكتور ماتوا في شهر واحد بس في 98 طبيب ماتوا زي ما بيقول الخبر التاني عنقلا عن عضو بنقابة الأطباء بيقولك 98 شهيد من الأطباء خلال يناير بس اللي لسه خلصان ده المنصرم اسر الإصابة بفيروس كورونا 98 يعني شهر يناير بس راح ضحية كورونا من الأطباء 98 دكتور بحسب تصريحات للدكتور إبراهيم الزياد أحد أعضاء النقابة العامة للأطباء ده غير الوفيات في الأطقم الطبية عمتا الممرضين ما بنتكلمش عن الممرضين على المسعفين على الإداريين ما بنتكلمش على دول بتتكلم على الأطباء الجيش الأبيض الصف الأمامي يعني لو الدولة ما تحركتش عشان تنقذ الدكاترة مين اللي هيتحرك؟ طب المواطن لما الدكتور يموت مين هينقذه؟ مين هيدفع التمن عنده؟ وبعدين تيجي تسأل هو أنت ليه عندك سبع تلاف طبيب بيهاجروا بر مصر؟ ليه الأطباء بيهاجروا؟ ليه الدكتور لما بيلاقي ربع فرصة يعيش فيها إنسان محترم يعرف يشتغل بجد بيسافر؟ علشان الأوضاع المزرية دي هو ده اللي بيخلي البلد مترجعة في كل حاجة بلد بتاخد فلوس علشان تدي أبنائها اللي قحوا ومش عارفة تجيبوا وربع الأطباء بس اللي خدوه بتيجي بعد كده تتكلم على أنت عم إزاي أنت أدهشت العالم بكورونا؟ إزاي إحنا بيدحك على دقونا بهذا الشكل؟ إزاي إحنا بنقبل كمواطنين كرأي عام كشعب موجود في البلد إن انت يبقى بيتلعب بيك الكورة كده وإن انت ما يتمش حتى احترام عقلك يا راجل احترم دماغي حتى المصريين دول لسه قيمين بثورة في 25 يناير من عشر سنين أبهرت العالم بجد والمصري عارف والله العظيم مصري وعارفة وشايفة وبتصدر وبتصبر لكنها في غمضة زمن تعبر وتسترد الإسم والعنوين